عندك مباراة في منتهى الصعوبة أمام النادي الاهلي يوم السبت الجاي فيها الدولي المنتهى الصعوبتها جاي منه طبعا المنافس النادي الاهلي والظروف اللي فيها نادي الزمالك النتائج المتأخرة في الفترة الأخيرة انت بقى وانت موجود جوا الجهاز الفني الفرقة محتاجة ايه الفترة القليلة دي قبل يوم السبت عشان تلحق تلم نفسها محتاجين ان احنا ننسى مباراة النهار ده خلاص دي كانت في الماضي صفحة اتقفلت نركز من بكرة يعني من بكرة لما نسح ان شاء الله معنوية ان احنا نشتغل على ان احنا خلاص مباراة دي كانت في الماضي ونقفل الصفحة دي اللي جاي هو المهم طبعا عندنا بكرة الثلاثة ان شاء الله واربعة وخميس وجمعة والسبت مباراة واللعيبة طبعا متعودة على كده وعندنا ناس عندها خبرات المفروض ان هي مرت بأزمات ومرت بفترات مش كويسة وبعدين لو هنبص في الناحيتين يعني الفرقتين عندهم مشاكل كتير عند الاهل عنده اصابات كتير نفس الوقت عنده مباراة راح منه ونقاط كتير فالمستوى متقارمة بيننا صحيح يعني الفترة دي الاهل والزمالك اللي هم طبعا كوتباي كورا مصرية واللي بنفسه دايما الافريقيا ومسرين مصر الكبار في برة على مستوى افريقيا كمان وعلى مستوى العالم الفترة دي ما فيش فرقات كبيرة مش شايفين اي حاجة النهار ده ربما نجي نتكلم عمراتنا مع الاهل والزمالك صعب التكاهم مين اللي ممكن يفوز مين لان المستوى قريب قوي مستوى قريب جدا اللي هيكون معناويا جاهز ان هو وعنده رغبة كبيرة ان هو يقدر ان هو يستمر في الدوري من بدايته كده ما يضيعش نقاط كتير هيبع عنده فرصة كبيرة ان يفوز بالدوري لكن احنا بنشوف ان الفرقتين كمان ضعوا نقاط كتير سواء اهل او الزمالك ضعوا نقاط كتير في الفترة اللي فاتت دي في كل الامبراطي اللي فاتت وفي فرق غيرهم كمان عندك فيوتشر وعندك بيرامد برضو ضعوا نقاط كتير انهم كان ممكن يوصلوا لمراحل المقدمة حتى في الاهل والزمالك فبتلاقي ان كل الفرق في الوقت اللي هي المهمة ما ممكن توصل فيه بتفقي النقاط كتير فحاجات غريبة بتشوفها في الدوري من مستوى اللعيبة نفسه في التزابز بالمستوى مفيش حد بيستمر على 120 ديال النهاردة ممكن يؤثر بدانيا على الزمالك انا ما اعتقدش حصل تغيير عندنا وقت ريكوفري كويس قوي اللعيبة كلها جاهزة بدانيا الحمد لله ما فيش اي مشاكل ما فيش اي اصابات عندنا ان احنا ان شاء الله نلم الفرقة الفترة اللي جايزة اتلم الفرقة طبعا جزال دوفريلا له دور كبير امير مرتضى له دور كبير الكابتن اسماعيل يوسف له دور كبير بس انا عرف كمان انت علاقتك باللعيبة علاقة كبيرة جدا سواء كنت لعب او كنت مدرب باللعاقة كانت زمالك الفترة القليلة اللي فاتت ديت فيه شوية لغبطة من الخارج يعني شوية مش الحاجات اللي انا مش عايز اتكلم فيها كتير محتاج تقعد تتكلم مع اللعبين وتشتغل معهم اللعيبة عمتا اللعيب لازم محتاج تكلم مع اللعيبة محتاجة ان انت تتعامل نفسيا كويس او محتاجين ديت محتاجين النهاردة انت عندك اللعيبة بعد المباراة دي اكيد نفسيا كلهم يعني دون كله نفسيا فانت محتاج ان انت من بكرة تبدأ تاني تشتغل على الناحية النفسية دي لانه اللعيب مش هتغير فانية من 3-4 تيام هي الناحية العقلية والنفسية بالنسبة لللاعب مهمة جدا ان احنا نقدر نشتغل عليها دي فيها ريكوفر كبير بنسبة 70-80 فيما من هنا مباراة الاهلي عشان ينزل فريش تاني وقادر ان هو ينسى المباراة دي ويكمل فالحاجات دي التفاوت دوت زي ما قلت اللعيبة بقى كمان هنا مختلفة اللي عنده خبرات اكبر للعيبة اللي اصغر سنا اللي ضغوطات المباراة ورا بعد كتير وبعد كده هندخل الشهر الجاي في مباراة اكتر كمان سواء دوري او سواء بطولة افريقيا فعندنا حاجات كتير فانت لو مش جاهز وانا قلت دايما للعيبة وبقى اتكلم معهم ان لعيب الكورة دايما تحت سرس وتحت ضغط واللعب البروفيشنال هو اختار الكريدة ليه فلازم يقابل التحديات دي والصعبات دي وبعدين ما فيش حد بيستمر على طول يبقى كويس دي صعبة جدا فعشان نوصل للمرحلة دي محتاجة جهدي كبير اول وبرده الموهبة ملاش دعوة يعني الموهبة مش كفاية كموهبة لوحدية مش هتبقى كفاية احنا مشوفناش في الفترة الاخيرة 15 سنة الفاتوة الميسي ورونالد هما اللي بنفسه بعد على 13 سنة فعشان كده هما كانوا دايما في القمة لكن احنا بنلاقي معزم لعيبة العالم متى امامة الشبهة فهنا بيفرق بقى اللعيبة اللي عندها الامكانات وعايزة توصل اكتر لحاجات اعلى